بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ مَنْ يَكْلَوْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَاءً بل هم عن ذكر ربهم معرضون أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُونَ مِنْ دُونِنَا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يهم منا يسحرون بل بد على هؤلاء وأباءهم حتى طال عليهم العمر أَفَلَا يَرَوْنَا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِرُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُمْ بِالْوَحْمِ وَلَا يَسْمَعُ سُمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا إِذَا مَا إِنْذَرُونَ وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا هَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَبَعُ الْمَوَازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُرْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَالَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَوْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَا بِنَاحَا آسِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَخَارُونَ الْقُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِئِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وهذا ذكر مبارك ننزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إذراهيم رشده من قبل وكنا به عالين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثل التي أنتم لها عاكثون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلك من الشاهدين وَتَاللَّهِ لَا كِيْدًا أَصْلَامَكُمْ بَعْدًا أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعْلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يطال له إبراهيم قالوا فأتوا به على عيون الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال ما الفعلوا كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قالوا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يغركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلوا هؤون قالوا حرقوه وانصروا آليتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني مردا وسلاما على إبراهيم ورادوا به كيدا فجعلناه الأغسدين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتام الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائف إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ ماذا من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فارقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث إن لفشت فيه ظنوا القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان آمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطيئين وكنا فاعدين وعلمناه صنعة نووس لكم لتحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون